السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 30 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الحمل لغاية الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 3.49 دقيقة بعد عصر يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4.39 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر بما أنه لغاية ساعات الظهر موجود في برج الحمل معناته خلال هذا الوقت منشعر بالنشاط في أعمالنا وفي حركتنا ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي فينا يعني لبعض المشاكل أو الحجج الغير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير لما بكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية رح تبدأ ذروتها ساعة 2.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش طبعا مننشط ومنباشر بأكثر من مسعف أكثر من اتجاه في ذات الوقت لأنها تعطينا نشاط وحركة يعني دينماكية عالية جدا طبعا هاي الزاوية تحديدا تأثيراتها مستمرة لثلاث أيام قادمة كمان كمان هاي الزاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعدر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح يكون الساعة أربعة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الضغوط أو الالتزامات فما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا ولكن الزاوية الأولى شوي بتخفف من وطئتها بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة أربعة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينج هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الثور عشان هيك من بعد ساعة الظهر نصبح أكثر حذرا ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو بيع عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعة طبية أشياء لها علاقة بالفحصات الأدوية العلاجات ما في أي مشكلة الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم هاي الأعضاء لغاية ساعة الظهر بعد ساعة الظهر بصير عنا العنق والحنجرة الحوال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار أيضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه من ساعات الظهر رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربع وعشرين يوم الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بصغير خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثمانية وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم الثلاثين وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الحمل ورح ينتقل ساعة الظهر للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم الثلاثين سبعة منتحس الآن بنسبة 15% ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارت في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد الآن بنسبة 100% ساعات الصباح سعيد بنسبة 85% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% طبعا اللي بدي يعرف سبب الانتحاس والخطر القادم طبعا ذكرت في حلقة المريخ اللي هي زاوية المريخ زاوية الاقتران ما بين المريخ وما بين أورانوس وآثارها القادمة بالفترة القادمة بالنسبة للكوكب الآخر وهو المشتري اللي موجود في الجوزاء ورح يضل موجود في الجوزاء ليوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط لغاية ساعات الظهر وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم ممكن تهتموا بمظهركم أو ببعض التغييرات وهاي مرحلة ممتازة جدا بالنسبة لعلكم ولكن بفترة دخلوا المسار حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة من ساعات الظهر وما بعد بتصير الفترة يعني مناسبة جدا أو فيها تحمل بعض الفرص المالية اللي ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم تنشطوا بالتحركات والأمور المالية والحسابات وبعض المشتريات وممكن تعالج مسائل إدارية أو تمولية التطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لغاية ساعات الظهر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فحاولوا أن تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم حاول أنك تعمل بشكل روتيني ما تتخذ قرارات حاسمة واضبط أعصابك من ساعات الظهر وما بعد خلص القمر بوصل لعندك فهون بتصبح ثقتك بنفسك أكبر بيعمك النشاط بإمكانك تبادر لخطوة جديدة إنها تدعي من مركزك الاجتماعي طبعاً راح تبدأ مرحلة جديدة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بذل الجهد من أجل يعني بلوغ التفاهم أو بلوغ السلام وتعتبر بداية مرحلة قوية جداً بالنسبة لإلك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لدعوة أو ممكن لقاء أصدقاء أو اتصال أو حوار أو مساعدة من بعض المعارف وممكن تحصل تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف حركاتك الاجتماعية أما من ساعات الظهر وما بعد طبعاً القمر رح يوصل لبيت متعبك هنا تدخل فترة بتطلب منك عدم المبالغة في مجهودك الجسماني إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك ولا تراهن على الحضوظ ممكن تعاني من ركود ومراوحة المكان وما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للأمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين من الآن وحتى ساعات الظهر وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنك تهدي من روعك ما تنفعل ما تعصب لأنها بتظل فترة مشحونة بالمتاعب والتوتر فالأفضل إنك ما تتخذ قرارات حاسمة وما تجازف ما تشوه سمعتك أما من ساعات الظهر وما بعد ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد رح تظلوا نشطين بمسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد وتعتبر فترة ممتازة جدا لغاية ساعات الظهر ومناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر لا تعتمد كثير على الحضودك تعتمد على مجهودك الشخصي ممكن يعني تظهر نوع من أنواع التعاون ولكن حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولية على المستوى العاطفي الأجواء جيد جدا ممكن تنجح في الترويج أيضا لعملك أو كسب الدعم والتأييد من ساعات الظهر وما بعد بيصبح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة أو حدث عائلي أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة ولا تغامر ولا تجازف برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم لغاية ساعات الظهر ورغم أنه بظل فيه فرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم أن تبادروا لتصحيح الأخطاء ترتيب الأوضاع أنت بحاجة لطاقة عالية جدا خلال هذا اليوم لأنه اليوم تقريبا بتزيد طاقتك تدريجيا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر هنا تنشطوا بالاتصالات البعيدة والنشاط والسفريات القصيرة أو حتى سفريات دولية ومع ذلك ممكن يهتم ببعض الأوراق أو المعاملات اللي تتعلق بالهجرة خبر سار بيجيك من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح القمر ما زال مقابلك تماما صحيح أنه يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني لغاية ساعات الظهر وما بيجوز إثارة المتاعب جنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث قدر الإمكان طبعا هذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم إشي أنه تحاول تستغل هاي الفترة لأنها دعم لإلك بقوة على المستوى المالي وممكن تحل المسائل المالية إلى علاقة ببنك ضريبة تأمين أو أوراق معاملات مطالبة بحق حاول برضو أنك تقدم بعض التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات ممكن سببت لك إزعاج بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل من الآن وحتى ساعة الظهر القمر بيقترب لمقابلتكم عشان هيك ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا رأيكم على زملائكم وما تدخل بأي مشاحنات معهم سلبية عصبية مشاكل ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قس كافي من الراحة أهم شيء أنك تحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نصل لساعات الظهر من ساعات الظهر وما بعد طبعا هنا القمر بيصير مقابلك تماما صحيح أنه بعزز وبتصير فترة مناسبة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين شركائك وبالتعاون مع طرف ثاني شركاء المال أو العاطفة ولكن بتكون حاذروا الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت في غنى عنها لأن الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة كون صبور وما تتذمر واعتبر إن هاي فترة خالية من الحظ اعمل بشكل روتيني برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بتضرغ بتكون قوية في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة ولكن احتمال إنه يكون في قلق حول أحد الأحباء نشاط وحركة وله وترفيه عن النفس هاي فترة نشطة جدا بالضل على المستوى العاطفي والحيوي والجمالي على كل المستويات والحظوظ بتدعمك ولكن في ساعات الصباح ما تعتمد على الحظوظ نهائيا رغم تراكم العمل من ساعات الظهر طبعا إلا إنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد من أعمالكم بشرط إنك تنظم جدول غذائك تأخذ قصد كافي من الراحة اتنظم أعمالك وتعتمد على إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لعمل آخر وما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية واعتمد على جهدك وطاقتك لحصد النجاح والأرباح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم متفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارئ أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو حواي مثلا وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل أجواء رومانسية ونجاح رغم أنه في بعض القلق حول أحد الأحبة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بتنشطه بالسفر والاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية بلا ترويج لمشروع أو تسويق سلعة معينة الأجواء داعمة ولكن في ساعات الظهر من ساعات الصباح لساعات الظهر اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوذ صحيح أنك ما زلت بتمتلك سرعة بديهة ومهارة ملموسة إلا أنه شوي ممكن يصير في بعض التسرع من ساعات الظهر تقريبا موسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج وإسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة لا اللي بيحتاجها اللي بيحتاجها عن حق مش مدعي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت من الآن وحتى ساعات الظهر بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أو ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم في حياتك الأجواب تظل داعم لغاية ساعات الظهر بكثير من المجالات ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك وانتبه على أموالك من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وتتعامل بلين بدون كلام مبهم وجارح مع الأشخاص اللي حواليك وتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم الأجواء جيدة وداعمة فيها كثير من المزايا حتى للتواصل مع الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء